انتزع شباب الأردن فوزا ثامينا من مضيفه الحسين إربد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الحسن في إربد في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة درعي الاتحاد وافتتح شباب الأردن التسجيل عن طريق اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة الثانية عشرة وأحرز اللاعب وسيم عبد الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة والعشرين أما في الدقيقة الرابعة والثلاثين فقلص الحسين إربد الفارق بإحرازه الهدف الأول والوحيد له عن طريق لاعبه شريف النوايسي وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول وحل معان ثانيا برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على الجزيرة متقدما بفارق الأهداف عن الحسين إربد وأخيرا يأتي الجزيرة من دون نقاط أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم جاهزيته لاستقبال مباريات فريق هلال القدس الفلسطيني ضمن دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي ووجه الاتحاد الأردني كتابا رسميا إلى النادي الفلسطيني أكد فيه أنه بتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية سيتم تقديم كافة أشكال الدعم للاتحاد والأنديا الفلسطينية على حد سواء وأشار الاتحاد الأردني إلى جاهزية كافة كوادره لاستقبال مباريات هلال القدس وتنظيمها في الأردن وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها هذا وسيلعب هلال القدس ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فرق الجيش السوري والمنام البحريني والعهد اللبناني حقق المنتخب الوطني للتايكواندو عشر ميداليات في بطولة الفجير الدولية المصنفة من عيار النجمتين والتي حظيت بمشاركة 43 دولة وجاء تحقيق الميداليات الذهبية الأربعة في عدة أوزان عن طريق كل من نتالي الحميدي وجليان الصادق وزيد الحلواني وزيد مصطفى وتوجى بميداليتين فضيتين كل من لؤي حميدان وأنس الصادق في حين حصل اللاعبون بانا ضراغم وسارة أبو الحاج ومحمد عثمان وصالح الشرباتي على الميدالية البرونزية يلتقي فريقا سمدوريا ونابولي الليلة في ختام الجولة الثانية والعشرين من منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدور الإيطالي لكرة القدم ويدخل نبولي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نصف نهاء كأس إيطاليا والفوز بالجولة الحاسمة على صاحب الصدارة يوفنتوس في حين يسعى الفريق لاقتناص النقاط الثلاث للتقدم على سلم الترتيب من جهة ثانية يسعى أصحاب الأرض لحصد النقاط الثلاث لتجنب الابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يقبع سمدوريا في المركز السادس عشر بعشرين نقطة بينما يحتل نابولي المركز الحادي عشر برصيد سبع وعشرين نقطة عاد السربينوفاك جوكوفيتش إلى صدارة ترتيب رابطة اللعبين المحترفين بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية توالياً وثامنة في تاريخه وأزحى جوكوفيتش الذي رفع رصيده إلى 17 لقباً في الجراند سلام غريمه الإسباني رافايل نادال عن الصدارة بعد فشل الأخير في الوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي ليستعيد بذلك الصربي الزعامة التي تخلى عنها للأخير أي نادال في أوائل تشرين الثاني الماضي وعلى صعيد النساء ارتقت الأمريكية الصعيدة صوفيا كينين إلى المركز السابع في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب بعد تتويجها في بطولة أستراليا توجى كانسل سيتي تشيفز بلقب بطل دور كرة القدم الأمريكية السوبر بول للمرة الأولى منذ خمسين عاماً بعد أن تغلب بنتيجة واحد وثلاثين هدفاً مقابل عشرين على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في المباراة النهائية وتأخر تشيفز في الربع الأول بفارق عشر نقاط قبل أن يتألق باتريك ماهونز ويقود فريقه إلى تسجيل النقاط المتتالية في أكثر من خمس دقائق وبذلك يمنح الأفضلية لكانسل سيتي ويتوج باللقب الأول له منذ خمسين عاماً وتعتبر هذه المباراة الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأمريكي إذ جذبت حوالي 100 مليون مشاهد في الولايات المتحدة لوحدها